مساء الخير، تشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية في عام 2016 إلى أن طفلاً واحداً من 160 طفلاً يعاني من اضطراب التوحد وبحسب أرقام الأمم المتحدة فإنه نحو 1% من سكان العالم مصابون بهذا الاضطراب أي ثمة نحو 7 مليون شخص مصابون بالتوحد في العالم لذلك ارتعينا في هذا الفيديو أن نستضيف أحد الشباب البارزين في المجال السيكولوجي بالمغرب والذي سنناقش معه بعض الجوانب فيما يتعلق بهذا الاضطراب وخاصة فيما يتعلق بالمشكلات التي يواجهها آباء وأمهات الطفل التوحد وكيفية مواجهتها وضيفنا هو الأستاذ عزيز فارح سيد عزيز مرحباً بك أهلاً وسهلاً أستاذ رشيد الهارتي مرحباً بكم في هذا اليوم الكبير الذي سنتحدث فيه عن موضوع مهم ألا وهو اضطراب طيف التوحد الاضطراب الذي يبدو على أنه اضطراب معقد من عدة نواحي أي كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال ذوي طيف التوحد وأيضاً المشكلات التي يواجهها الآباء في الاعتراف بأن أبناءهم لديهم مثل هذه المشكلات أي مثل هذه الاضطرابات التراب طيف التوحد وغيرها من الاضطرابات النمائية العصبية وأيضاً سنحاول تصليف الضوء على هذا الاضطراب الذي أضحى العالم بأسره يتحدث عنه ويتحدث عن مدى أهميته وعن مدى خطورة عدم التعامل معه في وقته المناسب طيب سيد عزيز الكل يتساءل حول هذا الاضطراب بمعنى ما هو اضطراب التوحد؟ بالنسبة للاضطراب طيف التوحد هو اضطراب نمائي عصبي كيف اضطراب نمائي عصبي؟ أي أنه يظهر منذ ولادة أو منذ مراحل الطفل الأولى بمعنى أنه تظهر عليه مجموعة من الأعراض على سبيل المثال ضعف أو عجز في التواصل والتفاعل الإجتماعي وكذلك تظهر لديه بعض السلوكات التكرارية والنمطية على سبيل المثال أن يقوم بالقفز في مكانه أو يقوم بالدوران في مكان معين أو يقوم أيضا بلعبة معينة بشكل نمطي وتكراري وروتيني وهناك مجموعة من السلوكات النمطية التي يختلف كل طفل ذو طيف التوحد عن طفل آخر لديه نفس هذا الإضطراب طيب في نظرك هل هناك اضطراب أو مرض أعراضه مشابهة للإضطراب؟ طيب فتسوحد بطبيعة الحال هناك العديد من الإضطرابات المشابهة لهذا الإضطراب خاصة هناك ما يسمى بمتلازمة التلفاز أو متلازمة الشاشات الألكترونية هذه المتلازمة تحدث نتيجة الإهمال إهمال بعض الآباء لأبنائهم يترقونهم يشاهدون التلفاز في سنتهم الأولى والثانية وربما يقدمون لهم الهاتف ويلعبون به بالتالي الطفل المتوحد أو يبدو كأنه طفل متوحد إن غمس في عالم الهاتف والتلفاز وأضحى لا يستجيب بمعنى التواصل والتفاعل الاجتماعي الذي تحدثنا عنه كعرض للإضطراب طيب توحد يظهر لدى هذا الطفل نفس الأعراض بمعنى لا يحب التواصل ولا يتواصل ولا يتفاعل اجتماعيا بالتالي كما أنه تظهر لديه سلوكات تكرارية نمطية كمشاهدة التلفاز وعدم إرادة الخروج عن هذا العالم عالم التلفاز وبالتالي يلجأ معظم الأخصائيين نفسيين قبل تشخيص هؤلاء الأطفال بالترابطي في التوحد إلى تقديم بعض النصائح للأم يخبرونها أن تبعد التلفاز أن يبعدون أبناءهم عن التلفاز بالتالي لو بدأت تلك الأعراض تخيف فهنا نقوم بمجموعة من الإجراءات الأخرى بمعنى ولا نشخصه على أنه لديه الترابطي في التوحد لذلك الترابطي في التوحد هناك العديد من الإضطرابات هناك من يتعامل معهم على أن لديهم تأخرا ذهنيا أو شيئا من هذا القبيل وبالعكس ليس هناك أي تأخر ذهني أو إعاقة ذهنية فقط إن هذا الطفل لديه ما يسمى بالعناد أنه دخل إلى عالمه ونحن في عالمنا هذا لا يريد الخروج من عالمه والدخول في عالمنا بالتالي ما الذي ينبغي أن نفعله؟ هل نحن من يجب علينا أن ندخل إلى عالمه ثم نخرجه؟ أم هو من ينبغي عليه أن يعرف عالمنا لوحده ويدخل إليه؟ طيب كسؤال آخر يعني كما نعلم جميعا فإن للتوحد أنواع في نظرك ما هي هذه الأنواع؟ في البداية كنا نتحدث عن أنواع هذه الإضطرابات مثل إضطراب التوحد التقليدي ومتلازمة أسبيرجر متلازمة ريت إضطراب تحلل الطفولي والعديد من الأسماء الأخرى والأنواع الأخرى إلا أننا الآن أضحينا نتحدث عن ما يسمى بالطراب طيف التوحد الذي يجمع مختلف هذه الأعراض ولم نعود نتحدث عن الأنواع فقط أصبحنا نتحدث عن اضطراب طيف التوحد كالطراب نمائي عصبي يجمع مجموعة من الأعراض يختلف من طفل لآخر هناك أعراض غير متشابهة ما بين طفل وآخر فقط كما نقول أن مستوى العجز لديه على مستوى التواصل والتفاعل الاجتماعي وتظهر لديه سلوكات تكرارية نمطية روتينية لا يريد هو الاستغناء عنها ولا يريد الخروج عن هذه السلوكات الروتينية كذلك يحب الإنزواء لوحده لا يريد اللعب مع الآخرين يلعب فقط في ألعابه الخاصة التي يكون يحبها كثيرا وهناك أيضا مجموعة من الأعراض بالتالي أصبحنا نتحدث عن اضطراب طيف التوحد ولا نتحدث عن باقي المتلازمات والاضطرابات والأنواع الأخرى كسؤال جوهر يطرحه الكثير من الأشخاص عن أسباب الطيف التوحد في نظرك ما هي هذه الأسباب؟ بالنسبة لسؤال الأسباب فلا زال العلم إلى يومنا هذا يبحث عن ما هي أسباب هذا الاضطراب الطيف التوحد فعلى سبيل المثال علم النورولوجيا أو علوم الأعصى تبحث عن طريق تقنية تصوير دماغ توليتي الأبعاد عن مقارنة الدماغ دماغ الطفل المتوحد ووظيفته وحجمه وما إلى ذلك ومقارنتها مع الأطفال العاديين لمعرفة ما هي الأسباب وما هي الفروقات بين هذه الأضمغة ففي دراسة على سبيل المثال أجراها توماس بمعهد باستور بباريس أكد على أن الطفل المتوحد من خلال تحليلات الدم وعزل الحمض النووي للطفل وتتبع هذا الجنوم ومراقبة الكروموسوم رقم 11 على أنه يفقد تقريباً خمسة ملايين رسالة أثناء معالجته للمعلومات تالي الأسباب تظل مجهولة إلى يومنا هذا ونأمل من العلم أن يصل بنا إلى تحديد الأسباب بأن تحديد الأسباب مهم من أجل إيجاد الحل لهذه الفئة طيب السيد عزيز كيف يمكن للأباء والأمهات أن يعرفوا بأن طفلهم مصاب بالتراب طيف التوحد؟ من أجل معرفة الآباء بأن أبناءهم لديهم طراب طيف التوحد فغالباً ما تظهر لدى الأبناء الذين لديهم هذا الاضطراب منذ الولادة بعض المؤشرات على سبيل المتاع من سفر أو من عند الولادة إلى سنتين لا نتحدث عن تشخيص طراب طيف التوحد وإنما نتحدث عن احتمالية إصابة هذا الطفل بالطراب طيف التوحد حيث يمكن ملاحظة مجموعة من السلوكات كأن يقوم الطفل باللعب أمام عينيها كذا بإصبعي عندما يبلغ سن السنة أيضاً لا يستجيب تتساءل الأم هل ابنها أصم بمعنى أصم وبكم لا يصدر أصوات ولا يستمع ولا يستجيب ولا ينظر لمن يناديه في عينيه بالتالي هنا تتساءل الأم وعليها أن تلجأ إلى أخصائي نفسي يقوم بإرشادها من أجل تتبه حالة هذا الطفل عند بلوغه سن سنتين فإذ لم يتحدث الطفل بأي كلمة أو لا يستجيب ولا يتفاعل ويقوم بسلوكات تكرارية تبدو غريبة غريبة عن الطفل العادي بمعنى هناك اختلاف تام بين هؤلاء الأطفال الطفل الذي لديه التراطف التوحد لا يحب أن يندمج أن يتواصل أن يتفاعل مع الآخرين يحب أن يبقى منعزلا لوحده يلعب بلعب محددة يركز على تفاصيل تلك اللعبة ربما لو فقدت يدها قد يبكي قد يصدر ضجة يلاحظ التفاصيل أيضا لا يحب الغرباء الأشخاص الغرباء مثلا لو أتاكم ضيف ربما لن يستحمله ربما يبكي ويصرخ ويصدر أصوات مزعجة ربما لن يتقبل وجوده أيضا يقوم ببعض السلوكات كأنه عندما ينزعج يدور في مكانه أو يقوم بسلوكات يتحرك في مكانه وهناك فئة أخرى تميل نحو الثبات أي أنه ينظر مثلا يذهب إلى الحائط لو كان هناك رسم معين يذهب ويجلس ينظر في ذلك الرسم لمدة طويلة ولا يحب من يقاطع بالتالي هناك هذا ما يميز التراطيف التوحد هو تنوع الأعراض واختلافها من طفل لآخر لكن أي اختلاف عن باقي الأطفال العاديين ينبغي حالته إلى أخصائي نفسي يقوم بتشخيص حالته من أجل تدخل مبكر يساعد هذا الطفل كتكميلا للسؤال الذي قدمناه الآن هو هناك الكثير من الأباء والأمهات يجدون صعوبة في تقبل وضعيات أطفالها وهذا قد يشكل الكثير من المخاطر والسلبيات في نظرك ما هي الأخطار التي قد تنجم عن هذا الأمر؟ جميل هذا السؤال قد أعجبني لماذا؟ لأن الكثير من الأسر لا يتقبلون أن ابنهم لديه اضطراب يسمى باضطراب حصصا في المجتمع المغربي سأعطيك مثالا نموذجا في إحدى المراكز أتت لدي إحدى الأمهات هؤلاء الأطفال عمره يبلغ تسعة سنوات على ما أظن وأخبرتها هل سبق وأخذته إلى طبيب محدد لتشخيص حالته وما إلى ذلك فبماذا ستجيبوني في رأيه؟ أخبرتني أنها أخذته إلى الراقي الشرعي وأخذته إلى تكتب له وما إلى ذلك بمعنى الفقه يقولون أنه شكوا بأنه مسه جن لذلك لا يحب التفاعل مع الآخرين هذه المعتقدات لو لم نحاربها لن يكون هناك شيء اسمه التدخل المبكر فالأباء يأبون اعتراف أن ابنهم مضطرب لديه اضطراب والاضطراب ليس عيبا لا بالعكس ينبغي أن نتقبل أن ابننا لديه هذا الاضطراب وأن نحاول مساعدته لأن التدخل المبكر سيساعده إلى الدخول إلى المدرسة ومن أهم المخاطر أو المشكلات التي سيجدونها مستقبلا إن لم يتدخلوا بشكل مبكر لن يحظى الطفل بفرصة الاندماج بالمدرسة لن يقبلوه بالمؤسسات بالتالي ينبغي علينا الحد من تلك الأعراض التي تظهره أنه مختلف وغير قادر على الاندماج داخل الجماعة ونحاول تعليمه مجموعة من الأمور التي ستساعده مستقبلا يعني الفرق بين الغرب والعرب في هذه المسألة يكون هو التدخل المبكر نعم بطبيعة الحال الآباء في المجتمع الغربي مثل بعض الآباء والأمهات في المجتمع المغربي لا ننكر هذه المسألة لكن ناذرا كما قلت هناك العديد من الآباء الذين لا يريدون أو هناك العديد من الآباء الذين لا يعترفون بتطراب ابنهم أولا ثم يقولون أن ليس لدينا الوقت للتعامل معهم ومساعدتهم ليس مثل الآباء في المجتمع الغربي طيب أستاذ عزيز أغلب الآباء والأمهات يبحثون عن علاج فعلي للتطراب طيف التوح في نظرك هل هناك علاج فعلي لهذا الاتطراب إلى حد الآن ليس هناك علاج للتطراب طيف التوحد لا نتحدث عن العلاج وإنما نتحدث عن التأهيل وعن التكفل بهؤلاء الأطفال هناك أدوار يقوم بها الآباء وأدوار يقوم بها المربي المختص وأدوار يقوم بها السيكولوجي والأورتفوني بمعنى مجموعة من الأخصائيين لكن ليس هناك علاج بمعنى مقاربة دوائية إلى حد الآن أو علاج سريع سيؤدي بهذه الفئة إلى التطور سيد عزيز ما هي أهم المشكلات التي يعاني منها أطفال التوحد من الناحية السيكولوجية وحبّد أن يكون الجواب انطلاقا من خبرتك في المجال مرحبا سؤالكم مهم جدا لأنك ذكرت جانبا مهم ألا وهو الجانب السيكولوجي قبل الجواب عن هذا السؤال ينبغي أن نحاول تبصيص هذا المفهوم لأن معظم المتفرجين قد يتساءلون ما هي السيكولوجي أو ما هي النفسية ما هي النفس بمعنى قبل تحديل المشكلات التي يجدها هؤلاء الأطفال فالنفسية لها أربعة أبعاد أساسية البعد المعرفي أي الصيرورات الدهنية والقدرات المعرفية للفرد أو للطفل أيضا الجانب السلوكي أي السلوكات التي يقوم بها هذا الطفل والجانب الوجداني الإنفعالي أي ماذا يحب هذا الطفل ماذا يكره بمعنى ماذا يحب هذا الطفل ماذا يكره وما إلى ذلك أيضا الجانب العلائقي هل يستطيع الاندماج داخل جماعة هل لا يستطيع ذلك هل يحب الغرباء ألا يحبهم داخل الأسرة هل يندمج داخل الأسرة يتفاعل داخل الأسرة أم لا هناك من الشخص الذي يحبه ومن الذي يكرهه مثلا بين قوسين وما إلى ذلك من التساؤلات بالتالي المشكلات تختلف من طفل دو طيف التوحد إلى طفل آخر كما سبق وذكرنا وفقا للأعراض فمثلا البعد المعرفي هناك مثلا من تجد لديهم قدرة على الانتباه ضعيفة مثلا الانتباه الثابت تجد لديهم قدرة ضعيفة على مستواد الانتباه لكن هناك من تجد لديهم قدرة قوية على الانتباه الثابت وهناك من تجد أيضا لديهم داكرة ضعيفة وهناك من تجد لديهم داكرة قوية وهناك أيضا ما يسمى بالوظائف التنفيذية العلم حاليا يرى بأنها الأضعف لدى هؤلاء الأطفال ما هي الوظائف التنفيذية؟ الكف السلوكي أو المعرفي مثلا لو كان يقوم بحركات معينة لن يستطيع كف ذلك السلوك بمعنى هنا لديه مشكلة عن مستوى الكف السلوكي الكف المعرفي تقول له لاحظ معك ذلك لا يلاحظ معك ذلك ويبقى مركزا على شيء آخر يريده هو وأيضا على مستوى التخطيط قدرته على التخطيط وما إلى ذلك تجدها ضعيفة المرونة الدهنية أيضا تجده ضعيف على هذا المستوى وهناك مجموعة من الوظائف الأخرى ما على مستوى الجانب السلوكي فيختلف أيضا من طفل لآخر إلا أنه لا يحب التواصل والتفاعل الاجتماعي ويقوم بسلوكات تكرارية رغم اختلافها وهناك مجموعة من الأمور الأخرى على الجانب العلائقي العزلة لا يحب التفاعل ولا التواصل معها أي كان إلا من يحبه أو من له مصلحة فيه مثلا الأم أن يخبرها بأن تعطيه مثلا شيئا ما لكن لا يقولها شفهيا وإنما يمسكها ويذهب بها كذا أعطيني كذا في معنى يشير لذلك الشيء ولا يتواصل وهذا مشكل مهم في تعليم طفل اللغة وأيضا على مستوى البعد الوجداني ينبغي أن نعرف ما الأشياء المفضلة لدى هذا الطفل وما الأشياء التي لا يحبها من أجل التعزيز من أجل تعزيز أي مهارة نريد تعليمها إياه فينبغي تعزيزها انطلاقا مما يحب هذا الطفل ومما يكرهه أيضا السيد عزيز ذكرت مفهوم التعزيز ولكن هناك بعض الآباء والأمهات يلجأون إلى أسلوب العقاب كأسلوب للتعامل مع الطفل التوحدي هل العقاب طريقة فعالة لمساعدة الطفل المتوحد؟ للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نميز ما الذي نقصده بالعقاب وما الذي نقصده بالتعزيز لأن في الأغلب ما يكون هناك خلط ما بين العقاب وما بين التعزيز فالعقاب شكل والتعزيز هو شكل آخر فالعقاب إن كنا نقصد به الضرب أو السجن أو أي أفعال مثل هذه الأفعال فهي لا تجدي أبدا مع الطفل المتوحد هي فقط توقف السلوك أما التعزيز السلبي وما معنى التعزيز السلبي والتعزيز الإيجابي؟ التعزيز السلبي هو أن نأخذ شيئا محببا لطفل لذلك ينبغي أن نعرف ماذا يحب هذا الطفل وماذا يكره وذلك الشيء الذي يحبه سواء كان أكلا لعبة فرجة معينة خصوصا عند الطفل التوحد فهو كما نعلم من بين الأعراض أنه يتعلق بشيء بشيء نعم بطبيعة الحال لذلك ينبغي أن نستغل هذه النقطة لتعليمه أي مهارة كانت سواء التواصل سواء النظافة وما إلى ذلك من المهارات التي نحاول تعليمها لهذا الطفل ينبغي معرفة ما الشيء المفضل لديه بالتالي نلجأ إلى ما يسمى بالتعزيز السلبي أي حرمانه من هذا الشيء وهو كأننا نقايده افعل كذا لتأخذ كذا إن لم يفعل كذا لن يأخذ هذا الشيء المفضل لديه بالتالي تكون هنا طريقة ناجعة مقارنة مع العقاب فالعقاب كما قلنا يوقف السلوك أما التعزيز فهو يعدل السلوك وهناك فرق ما بين إقاف وتعديل السلوك على سبيل المتال لو كان أبوك يعاقبك مثلا على سلوك معين كلما قمت بسلوك معين كلما عاقبك عليه عندما يحضر الأب هل ستقوم بذلك السلوك؟ لكن عند غيابه ستقوم بذلك هنا الأب يوقف السلوك لا يغيره في حين أننا إن كنا نعلمه بمعنى استراتيجيات بمعنى أن يكون إنسانا استراتيجيا يفكر في الربح والخسارة يميل نحو الأكثر ربحا والأقل خسارة سيعدل سلوكه إن لم تقم بكذا أعطيك كذا ولن أتراجع عن كلمتي بالتالي هنا سيحاول الوصول إلى ذلك السلوك المرغوب من أجل أن يعيد الشيء المفضل بالنسبة لديه طيب تحدثت عن التعزيز كأسلوب للتعلم بعض الأمهات تتساءل حولك كيف يتعليم ابنها المتوحد نطق أولى كلماته؟ بل مهارة التواصل فهي مهارة معقدة تعليم الطفل الكلمات واللغة ليس بذلك الأمر الهيين والأمر السهد بل ينبغي على الأم أن تكون متعاونة وأن يمدها الأخصاء النفسي بمجموعة من الاستراتيجيات ومن الأفضل أن تقوم بدورات تكوينية من أجل تعلمك في التعامل مع هذا الطفل لكن للإجابة عن هذا السؤال ولو بشكل نسبي سأحاول الإشارة إلى أهم الأمور التي ينبغي أن تأخذها بعين الاعتبار فعلى سبيل المثال عندما يريد ابنك أو ابنك طلب شيء معين منك يقول لك أمي لا يقول أمي مثلا أو كان يقول أمي لكنه يشير إلى الشيء الذي يريده بيده فتذهبين وتحضرين له هذا الشيء هذا أمر سيعزز انتكاسته على مستوى اللغة أو سيعزز ضعفه على مستوى اللغة بالتالي لا تستجيبي عندما يشير إلى ذلك دعيه يتكلم ماذا تريد؟ اسأله ماذا تريد؟ وهو سيشير لكنك لن تستجيبي سيقاوم سيقاوم سيبكي سيضرب نفسه ربما يحاول ضربك ربما مجموعة من الأمور سيحاول البكاء والتضحرج على الأرض سيقاومك أشد المقاومة بالتالي لا تستسلمي له عندما ترى يبكي يتضحرج وما إلى ذلك تقول حسن حسن سأذهب وأحطر لك ما تريد لا لذلك لا تستجيبي لأمره وداعيه أو بمعنى كوني براغماتي معه مصلحي معه إن لم يقل ما يريد لا تحضره له وأيضا من أساليب تعليم الطفل اللغة غالبا ما يلجأ الأمهات والمربيين إلى بعض الصور إلى بعض الصور مثلا من أجل تعليم الأبناء كأن يحضر له أسدا وفوقه اسمه وينبغي عليه مثلا أن يقول أسد أو لا يوجد الإسم مثلا فقط الصورة نقول له أسد ثم نصدر بعض أصوات هذا الأسد من أجل أن يتعرف عليه وما إلى ذلك هذه الأمور ينبغي أن نعرف أن الطفل يفضل بعض الرسومات ولا يفضل بعض الرسومات الأخرى يفضل بعض الأشكال ولا يفضل بعض الأشكال الأخرى لذلك فعلى الأم هنا عندما لا يقبل الطفل مثلا النظر إلى صورة أو إلى حيوان معين أو إلى شيء معين تريد تعليمه إياه ينبغي أن تستبدل تلك الصورة مثلا صورة كلب ينبغي أن تحضرها صورة كلب حقيقي أن يشبه الكلب الحقيقي من أجل أن يتفاعل معها ويكون فيه مجموعة من التفاصيل لأن الطفل يركز هنا على التفاصيل الدقيقة شكله ماذا يفعل أسنانه مجموعة من الأمور التي يركز عليها وأيضا عندما نريد تعليم الطفل التواصل فينبغي أن لا نكون مثلا نتعامل معه على أنه إنسان متأخر ذهنيا أو أنه لا يفهم لا بالعكس هو يفهم وهو يستمع ويلاحظ مجموعة يلاحظ التفاصيل لذلك ينبغي أن نتحدث مع الطفل بالطريقة التي نريد منه أن يتحدث بها هو ألا نقول له أسادون أسادون وعندما يقول أسادون بهذه الطريقة تضربينه مثلا بعد مدة لأنه نمطي تكراري علميه كلمة أسادون بمعنى بنبرتها السليمة وبنبرتها حتى لا يصبح يكرر ذلك السلوك الذي يحضر له معززات معينة وفي الأخير تريدين منه مثلا أن يغير هذا إلى نبرة أخرى وتعليم نبرة أخرى هذا ويبقى تعليم الطفل التواصل يكون وفقا للطفل في حد ذاته مميزاته خصائصه قدراته وينبغي على الطفل أن تستشير الأخصاء النفسي الذي سيساعدها وسيوجهها إلى كيفية تعليم ابنه الطرق السليمة والطرق الصائبة من أجل تعليم طفله التواصل وأولى كلماته كما أشرت السيد عزيز نشكرك على هذه التوضيحات وهذه الإجابات وشكرا لك على الاستضافة ونتمنى لك مسيرة موفقة إن شاء الله العفو صديقي رشيد والشكر لكم أيضا على هذا اللقاء وشكرا جزيلا أيضا لجميع المتابعين كما أريد أن أقول لكم هذه مجرد دردشة حول الطرق طيف توحد هذا عالم كبير عالم خاص ينبغي البحث فيه خاصة من قبل أو جميع الأفراد المجتمعين ينبغي أن يعرفوا هذا الاضطراب وأن يتعرفوا عليه من أجل إن وجهتهم أي مشكلة أو عرفوا أي شخص لديه هذه الأعراض أو هذه السلوكات أن يساعدوه طبعا ومرحبا بك في أي وقت وكل الدعم مني إليك صديق رشيد أهلا وسهلا وبهذا نصل إلى نهاية هذا اللقاء الذي استضفنا فيه الأستاذ عزيز فريح وهو أخصائي نفسي مدرسي ومختص في التربية الخاصة وأتمنى أن تكونوا قد استفتتم قليلا من هذه الأجوبة وهذه التوضيحات وسنلتقي إن شاء الله في فيديو قادم وإلى اللقاء